حياكم الله مشاهدين وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية بالعناوين أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين وقبل الخوض في ملفات حصادنا لهذه الليلة لنأهلكم إلى هذا البث المباشر الذي تشاهدونه حاليا من الأرض المحتلة وتصاعد حدة الاحتجاجات في الكيان الصهيوني والتظاهرات ضد نظام نتنياهو إلى درجة وصلت هذه إلى حدة الانقسام بين شارع وشارع إثرما مساعي نتنياهو لإيجاد نوع من القيود والتغييرات على النظام القضائي مما اعتبر بالتوجه الدكتاتوري وهذا ما تشاهدونه حاليا في شاشة الأيام كنقل مباشر أما في موضوع حصادنا وملفات حصادنا لهذه الليلة مشاهدين فالسادس من آب عام 2009 أزدل الستار عن عزيز العراق أية الله العظمى السيد عبد العزيز الحكيم القطب السياسي والأبوي وصاحب الأدوار المحورية في صياغة الكثير من المشاهد في الساحة العراقية علم وجهاد ربطهما بسكة الأحداث في مقارعة الاستبداد حتى سقوط النظام المبادئ وبعد ذلك الاطلاع كذلك بالأدوار في وضع اللبنات الأولى للعملية السياسية جامعا وململما الشتات في كثير من المنعطفات الحادة والحرجة وموحدا للصفة وكذلك مرسخا لمفهوم الشراكة الوطنية ومعيدا بلورت الجهود بما يحقق تطلعات الشعب فبذكرى رحيل عزيز العراق الوطن يختصر بحكاية أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدين وبين جدليات التمرير وأسباب التأخير الموازنة اليوم تتوقف عند أروقة مجلس النواب بعد إرسالها من قبل مجلس الوزراء والتصويت بالموافق عليها إلى أن ثمت معرقلات في مجلس النواب تحول دون تمريرها إلى اللجان المختصة المتمثلة باللجنة القانونية واللجنة المالية والتخطيطة للاطلاع عليها نواب أثاروا قضية التأخير بشكوك حول أسباب هذا التماهل بطرح الموازنة على النواب من أجل تمريرها خصوصا أن هذه الموازنة بحسب ما وصفته جاءت منسجمة مع البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحقيق مطامح المواطن وبالتالي الحرص على تقديم خدمة للشعب ويجب أن يتم الإسراع بتمرير الموازنة لما فيها من فقرات تصب في مصلحة المواطن إذن مشاهدين يشكل السيد عبد العزيز الحكيم قدس سره بأدوار المحورية الداخلية منها والدولية يشكل نقطة ارتكاز مهمة في تاريخ الحياة السياسية والاجتماعية في العراق وخصوصا بالعملية السياسية الأخيرة هذا الرجل واقعا في هذه الفترة التي بعد رحيل أخاه الكبير الشهيد كان له بصمة واضحة وكان يعرف من أين تأكل الكتف حينما يكون الحوار وكان مسؤولا جيدا محترم من أكثر الأحزاب والمنظمات والشخصيات الإسلامية في العراق كان هو قد احتبن هؤلاء جميعا ويرون فيه شخصية مرموقة مفكة مدبرة يستطيع أن يأخذ الخط المستقيم لبناء هذا العراق كان في الحقيقة العباء العراقية الوطنية التي تجتمع تحتها القوى السياسية الوطنية بمختلف عنوينها تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة كان يمتلك رؤية لعراق مقتدر مستقل أسس دستور يكتب بأيدي العراقيين إنجازات عديدة فعلا كانت افتقاد السيد خسارة كبيرة ولو نتذكر بيانات التعزية التي تقدمت بها المراجع العظام التشيع المهيب لا يزال الصوت المدوي في حركة إسقاط صدام حسين هو صوت السيد عبد العزيز الحكيم عبد العزيز الحكيم وضع أصبعه في عين صدام حسين كان السيد الحكيم رحمة الله على روحه الدينامو المتحرك ليلا نهارا لكشف زيف وكذب وظلم النظام العفلقي نظام صدام حسين وتدويل القضية العراقية وتدويل مظلومية الشعب العراقي أمام الجميع شارك في مؤتمر لندن وشارك في مؤتمرات عدة وكان برفقة السيد محمد باقر الحكيم للتشهير وفضح الممارسات الظلامية لنظام صدام حسين وكان يقف على مسافة واحدة من قبل الجميع وكان يحتوي الجميع كان له حضور متميز في كل المؤتمرات التي عقدت من قبل أطراف المعارضة قبل سقوط النظام وكان له الدور البارز حتى بعد تغيير النظام يعني بحيث ربما كان هو يريد أن يكون للعراق قويا عزيزا مقتدرا بوجه كل التحديات ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بصوت والصورة ينظمنا مباشرة القياد في المجلس الأعلى الإسلام العراقي السيد حسن الساري أهلا بكم مستاذ حسن ضيفا كريما وحار التعازي لكم بهذه الذكرى الأليمة عليكم على الشعب العراقي وأود أن نتحدث عن شخصية السيد الراحل عبد العزيز الحكيم هذه الشخصية التي توصف بشخصية مجاهدة جهادها ونشاطها كان على مراحل ما قبل التغيير في العراق وما بعد التغيير أود أن تحدثنا ما قبل التغيير في العراق والأدوار التي طلع بها السيد عبد العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد ونعزيكم ونعز الجميع بذكرى المؤلمة لرحيل حجة الإسلام والمسلمين سماحت السيد عبد العزيز الحكيم رحمة الله عليه السيد الحكيم الحقيقة مر في أدوار ثلاثة الحقيقة مرحلة الجهادية ومرحلة السياسية ومرحلة بناء الدولة مرحلة الجهادية التي سبقت السقوط سقوط النظام السابق سقوط النظام البعثي وابتدأت منذ أول شبابه عندما كان طالبا وتلميذا لدى المرجع الكبير القائد سماحت السيد محمد باقر الصدر وإلى مرحلة الثمانينات حيث كان رئيسا لللجنة عمل الداخل لجنة المجاهدين دعم المجاهدين فكان الحقيقة مجاهدا ويدعم المجاهدين على مختلف انتماءاتهم في الفصائل الجهادية فأينما كانوا فهو يتابع أخبارهم ويدعمهم ويوجههم وكان حلقة الوسط بين المجاهدين وبين سماحة السيد شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم وكان يرعاهم ويذهب إليهم ويستقبلهم ويتحدث معهم ويجيب على جميع أسئلتهم ويدعمهم ماليا ويدخلهم الدورات التدريبية فكان يعني دوره دور المجاهد الداعم للمجاهدين الذي يعيش الحقيقة مع المجاهدين في معاناتهم ويتحقق ويتابع أعمالهم في داخل العراق إلى أين وصلوا ما هي الظروف التي يعيشون فيها السيد الحكيم بعد قبيل سقوط النظام دخل المرحلة السياسية حيث تبنى رأسة اللجنة التفاوضية التي ذهبت مع المعارضة العراقية التي كانت سبعة أقطاب ذهبت للحوار مع أمريكا وكان ليس الحوار بصفة طلب العون من الآخرين وإنما ذهب مع المعارضة العراقية ليوحد رؤيتهم وليوحد ورقتهم هذا في أي سنة سيد حسن هذا قبل 2003 يعني نعم قبل 2003 قبل يعني مؤتمر لندن بأشهر ذهب مع المعارضة العراقية ليوحد كلمتهم وليطالبوا الأمريكان لعله هناك كثير من الناس يفهموا خطأاً أن المعارضة العراقية ذهبت للاستقدار أو ذهبت لطلب العون من الآخرين وإنما ذهب السيد الحكيم وحاملاً ورقة من الشهيد المحراب سيد عبد العزيز حامل ورقة من السيد شهيد المحراب وحد فيها كلام المعارضة جميعاً لكن كيف كان يمكن الموازنة بالنسبة للسيد عبد العزيز ما بين العمل الجهادي ثم السياسي نعم الحقيقة هو المجاهد يجب أن يكون سياسي بنفس الوقت فالسيد الحكيم السيد عبد العزيز حكيم كان عارفاً جيداً لعله أكثر من غيره في حقيقة النظام السابق بحيث أنه قريب للمجاهدين وقريب للعمل الجهادي فكان عارفاً بكل المعلومات التي تجري داخل العراق ومن ثم أسس مركز أنا ذاك مركز الوثائقي لجمع الوثائق التي تدين النظام على أنه مجرم حرب ونظام ظالم قدمها للمحاكم الدولية ومنها محكمة لاهاي وهذه الأوراق وهذه الوثائق التي قدمها السيد إلى المحافل الدولية شاركت في عملية تغيير الرأي العالمي اتجاه صدام كان صدام مدعم من قبل العالم من قبل الشرق والغرب لكن نتيجة هذه الوثائق ونتيجة ما قام به صدام من سياسات قمعية ضد الشعب العراقي تغير وضع العالم اتجاه صدام طيب وجاءت الإرادة الدولية بتغيير هذا النظام على أيدي الجيش الأمريكي لكن المجلس على تحديدا والمعارضة العراقية بشكل عام لم تكن ترغب بهذا التغيير طيب كيف يمكن أن يكون التغيير بحسب رؤية المجلس في تلك الفترة نعم يعني كان الظروف شديدة جدا التهديدات موجودة والنقاط الضعف موجودة في داخل العراق كان الحصار المستمر على الشعب العراقي وكان رغبة الأمريكان بالتغيير النظام وكان هناك البنتاجون يريد يعني غزو العراق عسكريا وكان المخابرات الأمريكية تريد تغيير النظام بالانقلاب العسكري وكانت يعني بين هذه التهديدات ونقاط الضعف التي يعيشها الشعب العراقي في الداخل تحرك السيد عبد العزيز والمعارضة العراقية وعلى رأسهم يعني قطب الرحى أصبح المجلس الأعلى السيد الحكيم شهيد المحراب والسيد عبد العزيز هم يتحملون المسؤولية الكبيرة كانوا يتحمل المسؤولية في هذه القضية في عملية التغيير وبالتالي يعني المعارضة العراقية وعلى رأسهم السيد عبد العزيز حملوا الأمريكان ما قدموه من دعم للنظام وخلال هذه الفترة الأكثر من 35 سنة كانوا داعمين النظام صدام وما جرى من سياسات قمعية ضد الشعب هي كانت بسبب الدعم الأمريكي طيلت تلك الفترة طيلت حكم صدام وبالتالي المعارضة قدمت هذه الورقة التي جاء بها السيد عبد العزيز والتي كتبها السيد شهيد المحراب أن على المجتمع الدولي وبالخصوص أمريكا أن يقف مع الشعب العراقي هذه رؤية المجلس على رؤية السيد الحكيم شهيد المحراب أنه القوات الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي يقف مع الشعب العراقي من أجل التغيير لا بالطريقة العسكرية كما جاءوا بها وأنما بطريق القرارات في الأمم المتحدة أو وجود مثل المنطقة الآمنة في الجنوب أو تهيئة الشعب للثورة وإسعاف الشعب وإخراج الأسلحة الثقيلة التابعة للنظام في المناطق والوسط والجنوب حتى يتمكن ويتسنى للشعب العراقي الحركة بالثورة ضد النظام هذا كان رؤية المجلس على وبالتالي أصبحت رؤية لجميع المعارضة العراقية أن يطالبوا أمريكا يساعدوا الشعب العراقي بالثورة أو الانتفاضة ضد النظام من خلال إصدار القرارات التي تحمي الشعب العراقي بالخصوص في الجنوب وفي الوسط طيب سقط النظام المقبور في العراق وعمت الفوضى في البلاد وظهرت يعني بعد سقوط النظام توجهات سياسية مختلفة سيد حسن يعني توجهات أحيانا لجهات متباعدة أيديولوجيا بدأت تعمل في الأوساط السياسية العراقية كيف استطاع كيف ساهم سيد عبد العزيز الحكيم بجمع شتات هذه التوجهات المختلفة نعم نتيجة ما يمتلكه سماحة السيد عبد العزيز الحكيم من صفات حقيقة من أخلاق وتقوى ودين والحقيقة تجربة وخبرة في العمل السياسي والجهادي ورفع شعار أم الولد وكان يعطي من حقه متواضعا يعطي من حقه للآخرين استطاع أن يجمع جميع شتات الأقطاب العملية السياسية من أحزاب وكتل سياسية ووحد في ما بينهم وكان يعطي من حق لهم لمن لا يرضى بهذه القسمة وبالتالي الحقيقة تمكن سماحة السيد من جمع هذا الشتات من أقطاب العملية السياسية وكان مقره ومقر المجلس الأعلى هو مقر التي تقدم مسودات القوانين للبرلمان في الجمعية الوطنية وفيما بعد في الدورة الأولى وكان هناك لا يقر قرار الحقيقة إلا وأن يخرج من مقر سماحة السيد عبد العزيز الحكيم ولا يخرج يصدر أو يمرر قانون في المجلس النواب إلا وأن تقرأ مسودته في مقر المجلس الأعلى بقيادة السيد عبد العزيز الحكيم لذلك تمكن الحقيقة بحنكته وصبره وتقواه وأخلاقه أن يجمع هؤلاء الأقطاب العملية السياسية ويسير بهم ويحقق استقرار سياسي ويحقق استقرار أمني رغم الظروف الصعبة من وجود المحتال وهناك بعض الذين يخالفون العملية السياسية ووجود الإرهاب لكن الحقيقة تمكن من تحقيق إنجازات كثيرة ونجاحات كثيرة في مجال الخدمات وفي مجال الاستقرار السياسي والأمني ويعني الكثير لعله يأتون إلى مقر السيد عبد العزيز إلى مقر المجلس ويطلبون حقوقهم بكل راحة بكل راحة وبكل رحابة الصدر يستقبلهم السيد ويعطيهم حقوقهم وهناك لجان تتابع عمل جميع عمل الوزراء وعمل المسؤولين في الدولة ويتابع ماذا فعلوا وما قدموا من خدمات وكان يتفقد الناس ويتفقد رؤساء العشائر ويتفقد الناس في محافظاتهم دائما يزور المحافظات ويرقي فيهم الخطب يعني يشحذ فيهم الهمم لمواصلة الطريق ولتثقيفهم بالثقافة الجديدة والابتعاد عن البعث والابتعاد عن سياسات النظام السابق وأن يقوموا بالمطالبة بحقوقهم وهذا ما الحقيقة تحققت إنجازات كثيرة في وقته طيب استنادا إلى حديثك أستاذ حسين كان للسيد عبد العزيز بصمة واضحة بوضع اللبنات الأولى لهذه العملية السياسية وتأسيسها في العراق وفقا في خضم المعطيات التي كانت سائدة انقسام ووجود احتلال وغيرها كان عزيز العراق مشاركا فيها لكن كيف تمكن من إرساء دعائم لهذه العملية السياسية في خضم كل هذه التعقيدات نعم الحقيقة كما ذكرت الصفات التي يتصف بها وأيضا الروحية التي يمتلكها وسعة الصدر واستيعاب الآخرين وأيضا ارتباط بالمرجعية وعدم يعني مقاطعة المرجعية كان طائعا للمرجعية يعني ينفذ توصيات المرجعية وأوامر المرجعية وأيضا قريب للناس والشعب العراقي بكل أطيافه وكان ارتباطه وتواصله مع جميع مكونات الشعب العراقي وكان يساوي بينهم ويطالب بالعدالة الحقيقة هذه الصفات وهذه الأعمال التي يقوم بها جعلت له جعلت له الإمكانية من أجل السيطرة على الوضع وأيضا أن يلتحقوا به الجميع من مكونات شعب العراقي ومن شعب ومن تأييد شعبي كبير الحقيقة لسياسة سماحة السيد عبد العزيز الحكيم الله يرحمه وكان دائما يدرأ الفتنة ولا يسمح للفتنة أن تقام كما حدث في حادثة انفجار الإمامين العسكريين كان له الدور الكبير في أخماد الفتنة وكان أيضا مطبقا لأوامر المرجعية في حالة دعني عملية دعني تسمح لي سيد حسن أقاطعك في هذه النقطة وعلاقة المجلس الأعلى وسيد عبد العزيز وسيد الشهيد الحكيم بالمرجعية في النجف يعني ليش أكثر الأحزاب والشخصيات التزاما كانوا بالمرجعية وارتباطا بالمرجعية وتطبيقا لأوامرها ورؤيتها أكثر بقية الأحزاب الإسلامية الأخرى يعني هو هذا الدين يعني طاعة المرجعية هي ليس يعني هواية وأنما هذا من صلب الدين والعقيدة نحن أتباعه للبيت نحن نأمن بالمرجعية ويجب أن نقلد المرجعية ونحترم المرجعية لأنه جزء من ديننا وعقائدنا ولا يمكن الإنسان أن يعمل عمل سواء كان معاملات أو عبادات بدون تقليد وبالتالي العملية السياسية والعمل السياسي لا يقل أهمية من أي عمل آخر لا بد أن تكون هناك إجازة شرعية من مرجع من مجتهد لذلك أن السماحة السيد الحكيم شهيد المحراب والسيد عبد العزيز الحكيم وقيادات المجلس الأعلى وكل من انتمى إلى المجلس الأعلى وتثقف بثقافة المجلس الأعلى أن يطيع المرجعية ويتبع توصياتهم وأوامرهم وهذا يحتبر جزء من ديننا طيب في ذات الوقت سيد حسن عرف على السيد الراحل عبد العزيز الحكيم الانفتاح على الآخر على الطرف الآخر برغم من أنه ينتمي إلى هذه المنظومة السياسية الدينية نعم هذه من ثقافتنا الحقيقة تعلمنا عليها من سماحة السيد الشهيد المحراب أنه نقبل الآخر ونقبل رأي الآخر ولا نتقاطع مع الآخر مع حفظ ثوابتنا والحفاظ على ثوابتنا والحفاظ على رأينا لكن الحقيقة نقبل الرأي الآخر ونناقش الرأي الآخرين في آرائهم ولربما نستفيد من هذه الآراء التي تطرح من قبل الآخرين في عملية تصحيح مسيرنا وتصحيح الرؤية والأهداف التي نسير إليها ونصحح استراتيجيتنا إذا كانت فيها خطأ لابد لكل استراتيجية ولكل خطة لابد أن يكون هناك تقييم ويجب أن يكون هناك رقابة من الآخرين فنحن نقبل الرأي الآخر لتقييم خططنا ومسيرتنا واستراتيجيتنا حتى لا تقع في أخطاء أو في مطبات قد تغير المسير باتجاه الأهداف والرؤية التي نسير إليها طيب اليوم استذكار هذه المواقف هذه الأدوار المحورية للسيد عبد العزيز في بيانات التعزية التي صدرت أنذاك وحتى في جماهير التي خرجت للتشيع المهيب حتى اليوم في هذه الذكرى ومجالس التأبين التي عقدت على استذكار هذه الشخصية ومعاثرها المجلس الأعلى الإسلامي تحديدا إلى أي درجة تفتقدون اليوم هذه الشخصية أو هذه الرمزية والشمولية في شخصية السيد عبد العزيز الحكيم حقيقة هذا الحضور المستمر لإحياء هذه الذكرى سنويا الحضور الجماهيري والسياسي ولم يكن بإجبار الآخرين على هذا الحضور كما كان يفعل صدام وإنما هي هذه التعريف القيادة الكارزمية القيادة الكارزمية على الناس تأثير يعني على قلوب الناس تأثير هذه الشخصية وأثر هذه الشخصية على قلوب الناس والناس قطعا الشعب لا ينسى مواقف سماحة السيد الحكيم عبد العزيز الحكيم ومواقفه ومدى الأعمال والنجاحات التي قدمها الحقيقة للشعب العراقي وبالتالي الشعب العراقي يبقى في ذاكرته ما قام به السيد الحكيم وهذا الحقيقة درس للآخرين للسياسيين وغيرهم من يتحمل المسؤولية في هذا البلد يجب أن يعمل كما عمل السيد الحكيم الشهيد المحراب والسيد عبد العزيز الحكيم والأخوة الآخرين المخلصين في هذا البلد الشعب لا يمكن أن ينساهم ويبقى في ذاكرة هذا الشعب طيب أيضا كانت لديه رحمه الله رؤية بضرورة الانفتاح على الخارج من أجل مصالح البلاد من الجوانب الاقتصادية والأبنية وغيرها كيف استطاع تطبيق هذه الرؤية في ذات الوقت يعني الحقيقة السيد أيضا عمل منذ الأول على الانفتاح على الآخرين سواء كان في داخل العراق أو خارج العراق وحتى على دول المنطقة من أجل الاستقرار السياسي واستقرار الأمني وحتى الاقتصادي وكان يدعو الدول الأخرى والدول الجوار والدول المنطقة الحقيقة للعمل والمساعدة الشعب العراقي من أجل الاستثمار ومن أجل توفير المشاريع وتطوير البنى التحتية وعمل عليها منذ الأول الحقيقة ودفع الكثير من أبنائه وأخوانه في المجلس الأعلى أو في الدولة العراقية أو في الحكومة العراقية من أجل أقامت حالة التوازن بيننا وبين الدول المنطقة من أجل تطوير الحالة الاقتصادية داخل العراق الشكر جزيلا لكم القيادي في المجلس الأعلى الإسلام العراقي الأستاذ حسن الساري كنت ضيفا كريما شكر لكم سيد حسن إذن مشاهدين ننتقل سويا إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه إذن مشاهدين الموازنة العامة القابعة تحت قبة البرلمان تثير التساؤلات حول أسباب التأخير بعدما انضوت على عدة مشاريع من شأنها أن تعمل على إعادة تأهيلها والكثير من المتعلقات حول هذه الموازنة التي ارتقبت كثيرا اليوم ينصدم المواطن بتأخيرها من قبل مجلس النواب لأسباب يعتبرها المتابعون فارغة من الإقناع فهي بكل الأحوال تشل عصب الحياة المزيد في تفاصيل تقرير الزميلة نوها الشمري ما زالت الموازنة العامة لعام 2023 تراوح مكانها فبعد إرسالها من السلطة التنفيذية إلى البيت التشريعي داخل البرلمان بفقرات تحقق طموح المواطن وتطلعاته البرلمان اليوم يحجز مشروع الموازنة العامة بين أرويقته دون تمريرها إلى اللجان المختصة لإقرارها بتغيبها عن جلساته المنعقدة لتركن جانبان لأسباب وصفها المعترضون بغير المبررة فجدلية إقرار الموازنة تدخل البلد في متاهة أزمات جديدة من شأنها أن تؤثر على مفاصل الدولة وتسهم بتأخير تلبية احتياجات المواطن لتبقى الكرة في ملعب مجلس النواب المطالب بالإفصاح عن حقيقة الأسباب التي ترجع تمرير الموازنة لهذا العام خصوصا بعد انتظار وتراقب الشارع العراقي طوال هذه المدة مراقبون ونواب يلقون بالمسؤولية على عاتق رأس السلطة التشريعية رئيس مجلس النواب بالدرجة الأساس لتسوفه بإقرار قانون الموازنة بين جدول أعمال جلسات البرلمان ويشيرون إلى وجود إهمال نيابي بهذا الشأن حيث راحت تكهنات المتابعين تتجه بتفاسير ومآرب وراء هذا التأخير انشغالا بمكاسب حزبية غير معلنة من خلال افتعال الأزمات لتغطي على طرح قانون الموازنة على طاولة مجلس النواب نهي شمري الأيام الفضائية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا وللحدث أكثر عن تفاصيل هذا الملاف نرحب سويا بضيوفنا بالصوت والصورة من بغداد الباحث بأشان السياسية سيد عماد مسافره أهلا بكم سيد عماد وكذلك الترحيب الخبير الاقتصادي سيد رشيد السعدي أهلا بكم سيد رشيد أهلا بكم مرحبا رمضان كريم عليكم إن شاء الله وأبدأ معك سيد رشيد بحسب المعلومات التي وصلتكم كيف وجدتم الموازنة فعلا أكو بها خلل تسبب بتأخيرها وعدم عرضها أمام مجلس النواب أم ماذا؟ شكرا سيد بشار رمضان كريم على جنبك الكريم والكادر والجمهور الكريم الحقيقة إحنا ما نقدر نقول خلل وإنما وجهات نظر مختلفة لكل الفئات والكتل السياسية عادة ما تكون هذه في كل موازن كل السنوات اللحب أنه هناك تجاذبات سياسية ورؤى واختلاف في وجهات النظر واختلاف في التقديرات تجي الموازنة إلى الوزارة من الوزارة إلى الرئيس الوزارة من الرئيس الوزارة إلى البرلمان ومن ثم تبدأ المناقشات وتبدأ هناك يبدأ الجدال وتبدأ وجهات النظر فهي وجهات نظر لكن إحنا كاقتصادين يعني اللاحظ أن الموازنة قد احتوت على عدد كبير جدا من أمور قد لا يجب أن تكون منها زيادة الإنفاق والإنفاق يعني شو نريد عبر عنه الغير مبرر يعني مليارات كثيرة تصرف على الإدامة والصيانة نقول هذه زيادة نحن هذه مطالقة كبيرة جدا تصرف على أدامة سيارات وصيانة المباني والأمور نشقد هذه مشاريع لعد هذه حد تستهلك يعني وهذه كلتها من المواطن كذلك بالنسبة إلى رواتب والأجور وكذلك رواتب الدرجات العليا يعني الرئيسات الثلاثة وغيرها كلتها عليها أيضا قلل كذلك فيما يتعلق بموضوع كردستان أيضا يعني بعد المباحثات الأخيرة التي أجرها سيد رئيس الوزارة المحترام في كردستان مع السادة المسؤولين في كردستان يعني برزت هناك توصيات واتفاقات نتمنى أن تكون هذه الاتفاقات أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي وأن لا تكون هناك عراقين طيب كيف سيد رشيد ممكن أن تدخل حيز التنفيذ وهي لم تغرض كموازنة أمام أعضاء مجلس النواب حتى يقروها قراءة أولا ثانية أو يتم التصويت عليها أو ترد مرة أخرى إلى مجلس الوزراء حاليا مجلس الزراء قام بدورة وكانت هناك توافقات مع كردستان وغير كردستان حتى تظهر هذه الموازنة وترسل للبرلمان شنو سبب التأخير إذا لم تعرض حاليا على أعضاء المجلس لا حاليا في مجلس النواب لكنها لم تعرض على الأعضاء نعم الآن في مجلس النواب في رئاسة وستعرض على الأعضاء لمناقشتها وقراءة قراءة أولا وثانية وإبداء الأراء وكثيرا إحنا ما نلتقي ونسمع ونتصل مع السادة أعضاء مجلس النواب اللجانة المالية واللجانة الأخرى التي لها علاقة بالموازنة وبقية المسؤولين محترمين في مجال موازنة هناك اعتراضات من الكتل السياسية وجهات نظر بمسألة كل شيء طبيعية جدا لكنه إحنا نوصي إخوتنا السياسيين أصحاب الكتل السياسية رؤساء الكتل السياسية السادة المختصين في مجال اللجنة النيابية والاقتصاد الإسراء في قراءة الموازنة حتى تقدر الحكومة أن تنفذ ما جاء بالمنهاج الاقتصادي الذي تقدم الوزارة الذي تقدم به سيد رئيس الوزارة المحترم محمد الشعال السوداني كل تأخير سيؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي أرجع لك إلى توابع هذا التأخير سيد رشيد لكن دعني أراحب مرة أخرى بسيد عماد أعلم بكم سيد عماد مرة أخرى وأود أن أسألك بحسب معلومات متوفرة لديكم مو تم الاتفاق أو التوافق ما بين الأطراف السياسية والكتل السياسية وصار الاتفاق قبل تصويت مجلس الوزراعة الموازنة لأكو أطراف أخرى عندها بعض التحفظات عليها شكرا جزيلا أستاذ بشار تحية لك والمشاهدين ومتابعي قناتكم والتحية لضيفك الكريم حقيقة ربما هي المرة الأولى منذ تأسيس الدولة العراقية بعد عام 2003 إلى الآن أن تأتي الموازنة من مجلس الوزراء لثلاث سنوات السنة هذه إجبارية أن تقرر داخل مجلس النواب والسنتين التاليتين هي اختيارية من صلاحيات تقدير المجلس لهذا الموضوع قبل الشروع بأن تكون هناك حكومة سيد السوداني وكابينته الوزارية كان هناك اتفاق بين الكتل السياسية المنظوية تحت اتلاف إدارة الدولة بأن تحل كل الخلافات بين المركز والإقليم أو حتى بين الكتل السياسية فيما بينها أن تحل هذه الخلافات تحت سقف الدستور ولربما أبرز هذه الخلافات هي الخلافات التي تحصل في الموازنة بين المركز والإقليم إذن هناك اتفاق سياسي لتمرير هذه الموازنة ربما وصلت الموازنة إلى مجلس النواب اللجنة القانونية أفهم كلامك أن التوافق حاصل ما بين حكومة المركز وحكومة الإقليم على هذه الموازنة يعني الخطوط العامة هناك توافق كبير لكن هناك بعض الجزئيات تعرف أنه اللجنة القانونية وحتى اللجنة المالية داخل مجلس النواب هي ممثلة لكل الكتل السياسية الموجودة داخل المجلس وهذه الكتل السياسية متمثلة بنوابها لديها ونشاط نظر أسألك ربما متوافقين بدرجة كبيرة على المركز عن موضوع أو تفاصيل الموازنة من الطرف الآخر الذي يعرقلها أو عدة تحفظات عليها؟ أبدا لا يوجد هناك عرقلة بمعنى العرقلة لإقرار الموازنة أو لمناقشة لا أتشنو تسمي الموازنة مسودتها بعدها موجودة بأدرج مكتب رئيس النواب؟ يعني الموازنة لم ما صار لها أيام من وصلة المجلس النواب وهي قبلها متأخرة أشهر؟ نعم المتأخرة كانت في مجلس الوزراء ومجلس النواب لكنه أنت تعرف كل الظرف الموجود الاحتجاجات قانون الانتخابات وغيرها من القوانين كل القوانين المدرجة على لا أحد أعمال مجلس النواب هي قوانين مهمة سواء كانت الموازنة قرار قانون الانتخابات النفط والغاز قانون محكمة الاتحادية كل هذه القوانين مهمة لكن قانون الموازنة فيه تفاصيل كثيرة وهذه فرصة للكتل السياسية أن تعبر عن مناقشتها لبعض التفاصيل بهذه الموازنة لكن الموازنة هناك شبه إجمع داخل الكتل السياسية داخل مجلس النواب أن تمرر هذه الموازنة بالفترة القريبة القادمة إن شاء الله طيب سيد عماد قلتك عدة قوانين مهمة معارضة أمام البرلمان قانون الموازنة مهم وقانون الانتخابات أيضا مهم تتوقع من الجانب السياسي ممكن أن تكون مساومات ما بين هذين القانونين يعني أبدا في سؤال مشابه لسؤالك لأبرز القادة السياسين والنواب سألت هذا السؤال وهل من بالإمكان أن تمرر قوانين مقابل قوانين أبدا هذا الموضوع أكدوا أنه هذا الموضوع غير موجود كل قانون إلى ظروفه وإلى آليته وإلى أرضيه لماذا لم يصارت سابقا؟ ما الذي يختلف بهذه الدورة؟ يعني هناك اتفاق هذا الاتفاق السياسي الاتفاق الكتل السياسية فيما بينها أن تمرر هذه الحكومة أن تدعم هذه الحكومة أي عرقلة أي اتفاقات جانبية ربما تعرق الأداء عمل الحكومة وينعكس سلبا حتى على موضوع الانتخابات والقواعد الجماهيرية لهذه الكتل السياسية قانون الانتخابات إلى أرضيته وإلى أجواءه وقانون العفو العام كذلك حتى قانون النفط والغاز كل القوانين لها خصوصيتها ولها أجواءها الخاصة بها ممكن مناقشتها من جوانب عديد أرجع لك سيد رشيد كنا نتحدث عن الموازنة والبرنامج الحكومي برأيك إلى أي درجة هذه الموازنة ملبية لفقرات البرنامج الحكومي الحقيقة هذه الموازنة تصفت بصفتين تختلف عن سابقاتها الصفة الأولى أنه قدمت لمدة ثلاث سنوات وهذا جائز في قانون إدارة الدولة هذا يمكن يجعلها كموضوع قانون أكثر حساسية من بقية الموازنات يعني أكو وجهة نظر قدم بها سيد رئيس الوزراء المحترم تبريره لكونها الثلاث سنوات وأكو وجهة نظر أيضا لساد المسؤولين الآخرين الميزة الثانية وهي المبلغ المخصص للموازنة الاستثمارية وهذه حقيقة فتبادرة جيدة جداً امتازت بها عن بقية الموازنات هذه ممتازة جداً لكنه أكو بعض الأحيان تبرز مستجدات المستجد الذي يبرز الآن هو مستجدين أولاً الاتفاق ما بين سيد رئيس الوزراء المحترم مع قليم كردستان و سادة المسؤول المحترمي في كردستان على أن تكون الإرادات مسجلة باسم الحكومة العراقية هذا جانب الجانب الآخر هو القرار الأخير لمركز التحكيم الدولي ICC في فرنسا بمنع تصدير النفط عبر ميناء جيهان مقبل قليم كردستان و أن يتم تصدير هذه الكميات من النفط المصدر باسم الحكومة العراقية و أن ترد كافة الإرادات باسم الحكومة العراقية فحيصير عندنا حسابي أن دخلت إلى الحكومة العراقية و النفط المصدر عبر جيهان و الثاني هو الإرادات المتحققة لأقليم كردستان التي تدخل أيضاً باسم الحكومة العراقية يعني مناثل الحدودية، الموانئة الجوية، البرية، الرسوم، الضرابة هذه كلتها الآن يجب إعادة النظر بها و بالتأكيد ستكون إعادة لقراءة الموازنة و من ثم إعادة للمبالغ المقيدة فيها تأخذ وقت طبعاً طيب هذا التأخير بالتصويت وإقرار الموازنة ما راح يستقطع من خطة التنفيذ للبرنامج الحكومي؟ بالتأكيد سيد بشار الكل يعرف أنه إقرار الموازنة يعني البدء بتنفيذ المشاريع بالتخصص نحن كلنا نعرف أن قانون إدارة الدولة يتيح للدولة أن تأخذ بنسبة 1 على 12 لإدارة الدولة أن ما تتوقف لكن هذا لا يكفي لأنه 1 على 12 لا يكفي لتمرين مشاريع كثيرة منها استثمارية منها مشاريع متلكية يجب القيام بها منها منها قوانين أخرى يجب أن تطبق هذا لا يكفي لكنه لما تقرر الميزانية وتخصص المبالغ المخصصة لكل قطع أنا ذاكي تمكن كل قطع أن يعمل بحرية وأن يعمل وفق المبالغ المخصصة إلى المحافرات والمؤسسات والوزارات والقطاعات كلتها يعني وسيما أكو إصلاح يعني البرنامج اللي قدم السيد الرئيس الوزارة المحترم محمد الشيعة السوداني كان برنامج طموح جدا يعني يبدأ بمكافحة الفساد مساعدة طبقات الهشية تنمية الاقتصاد وهي حقيقة تنمية الاقتصاد ضرورة ملحة جدا سيد بشار احنا لأسف اقتصادنا ريعي ويعتمد في حدود 95-95% حسب تغطية الخبراء على النفط ولا يتعدى يعني في حدود 4-5% بقية الموارد وهذا خلل كبير جدا قد يعرض العرق مثل ما عرضه سابقا أثناء انخفاض أسعار النفط إلى مشاكل وقد لا يستطيع تغطية رواتب للعدد الكبير المتنامي من الموظفين والعدد الكبير المتنامي من الطبقات الهشية ورعاية الاجتماعية وحقيقة هذا خلل كبير جدا على الدولة أن تفكر مليا وجديا بخطوات عملية فعلية في تعدد مصادر الدخل عدنا مجال للسياحة كبير عدنا مجال لتنمية القطاع الزراعي كبير عدنا مجال لتنمية القطاع الصناعي كبير عدنا مجال لتنمية القطاع التربوي القطاع الصحي البنى التحتية كل هذه ممكن أن تدر بدخل إضافي إلى العراق وتمد الميزانية طيب سيد رشيد بقاء الموازنة حبيسة دراج مكتب رئاسة البرلمان تثير مخاوفة هل يمكن أن تكون هناك عداد لصفقة واستخدام الموازنة كوراقة ضغطة بملفات أخرى قد وعدت مسبقا؟ نعم هذا وارد سيد بشار مثل ما كل سنة كل كتلة سياسية بعض الأحيان لا توافق على إقرار الموازنة أو إقرار حتى القوانين الأخرى ما لم تأخذ نصيبها مما تراه مناسبا لها يعني نحن كلنا تلاحظ أنه قليل كردستان أو الكتل التركمانية يعني وخصوصا فترة الأخيرة وبقية الكتل حينما تكون هناك مناقشات قوانين قد تبدأ احتراضات وقد يبدأ كل جانب سياسي كل كتلة سياسية بعرض طلباتها أوافق لك على فلان مادة وتوافق لي على فلان مادة أوافق لك على فلان قانون توفق لي على فلان حق وهذه حقيقة أضرار بالبلد كبير جدا وشفنا البلد وين صار بالهاوي من 2003 إلى الآن لو كان هناك حكومة مؤسسات ودولة مؤسسات ومختصين ما لهم علاقة بالكتل السياسية لما كان وصل حال العراق الآن التره الوظيفي الطبقات الهشة جد ارتفعت نسبة الفقر جد ارتفعت الوضع اللي لحظة العقب شفته هسا أقل مطر الإصار بالنجاف والديوانية وبغداد وبقية المحافظات غرقت هذه كلها البنة التحتية إذن وين هم أكو خلل كبير جدا عندنا نحن نوصي أخوتنا الكتل السياسية أن تقام مجالس أعمال مثلا أو مجالس عليا لإدارة البنة التحتية لإدارة الصحة لإدارة التربية لإدارة الزراعة تضم مختصين ما لهم صح ترشح الكتل السياسية بس يجب أن يكون مختص مليء كفوء في علما متمكن لا ينحاز إلى جهة أو طائفة أو إلى قومية على حساب العراق يجب أن يكون الكل للعراق طيب سيد عماد بظل وجود هذا التحالف المتين حتى الآن وهو تحالف إدارة الدولة ما مدى احتمالية أن تعاد الموازنة إلى مجلس الوزراء يعني ربما سمعنا أصوات هنا وهناك أنه يوجد احتمالية أن تعاد الموازنة إلى مجلس الوزراء من أجل التعديل عليها لكنه كل الكتل السياسية تقريبا هناك إجماع أن تناقش الموازنة داخل مجلس النواب والتعديل يكون على بعض الفقرات وليس إرجاع الموازنة كاملة إلى مجلس الوزراء من أجل التعديل هناك يعني ملاحظات لكتل سياسية مهمة داخل المجلس على بعض فقرات الموازنة يمكن أبرزها وهي حقوق الحجد الشعبي وغيرها يعني سمعنا من نواب داخل الإطار التنسيقي قالوا لا تنور موازنة إلا أن تكون هناك حقوق ومستحقات للحجد الشعبي وهي متضمنة لهذه الجانب لكن هناك تفصيلات يجب مناقشتها إذن احتمالية عودة الموازنة إلى رئاسة الوزراء أو إلى مجلس الوزراء احتمالية بعيدة وأنا أعتقد هذا الجانب سيسبب حرج للكتل السياسية في الجو العام والكتل السياسية تتجنب هذا الحرج لهذا ستكون هناك مناقشات داخل مجلس النواب على فقرات الموازنة وتعديل بعض فقراتها وأعادتها إلى المجلس ولا تعود الموازنة كاملة إلى مجلس الوزراء طيب هذه الموازنة سيد عماد تحمل كثير من المشاريع الحكومية بحسب مختصين وبقاءها هكذا في أدراج رئاسة البرلمان دون خطوة عملية إلى أي درجة سيفاقم المشكلات التي تعاني منها البلاد يعني أنا أوضحت قبل قليل بأنه هناك حرج للكتل السياسية ما لم تنفذ هذه الحكومة برنامجها الحكومي على أتم وجه لا يمكن أن تكون هناك يعني انتخابات مجلس محافظات قادمة أو إعادة ثقة للجمهور العراقي بهذه الكتل السياسية والعملية السياسية برمتها موضوع الموازنة موضوع أساسي وخطوة مهمة جدا من أجل يعني ديمومة إدامة حركة وعمل هذه الحكومة وتنفيذ مشاريعها سواء مشاريع على مستوى المؤسسات التنفيذية أو حتى على مستوى قضية الاستثمار لما الاستثمار من حالة مهمة جدا بالوضع الاقتصاد العراقي كون أنه العراق مثل ما تفضل جناب بالضيف الكريم أنه يعتمد على اقتصاد ريعي بيع النفط وهذا غير مجدي مهم جدا أن ترفض الميزانية بقضايا جانبية أخرى مثل الاستثمار وغيرها إذن قضية الموازنة أعتقد لا يوجد هناك إجماع كبير أن تؤخر هذه الميزانية من أجل عرقلة الحكومة حتى حركة السيد السوداني الأخيرة وجولاته الأخيرة لهابه إلى الإقليم كل هذا يدور بنفس هذه الحلقة من أجل المضي بإقرار الموازنة من أجل المضي بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد السوداني البحث بها شأن السياسي سيد عماد مسافر كنت ضيفا كريما شكرا لك والشكرة جزيلا لكم الخبير الاقتصادي سيد رشيد السعدي كنت ضيفا كريما شكرا لكم والشكرة جزيلا لكم شهدين إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا لكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصاد آخر اشتركوا في القناة